السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو دون بغرض توضيح فكرة طريقة عمل مصمار الخشابي لإخواننا اللي ان شاء الله داخلين في المشروع دون جديد أول حاجة عندي في الصورة هنا دون بيكون لفات السلك لفات الحديد المعروف اللي هو 6 ملي طبعا التخانة دي ما تنفعش تخانة مصمار بيخش السلك دون او الحديد دا على المكينة دي اللي هي مكنة السحب المكينة ديا بتبتدي تاخد السلك من 6 ملي تسحبه وتقلل القطر بتاعه حتى يصل الى 2 ملي و 2 و 2 من 10 ملي بعد كده يكون السلك دون جاهز زي ما هو موضح في الصورة دي اللي هي الجالفنايز وير يخرج بعد كده السلك دون يخش على ماكنية التشكيل اللي هي نايل ميكينج ماشين المكينة ديا اللي هي بتبتدي تشكل المصمار علشان يطلع في النهاية المصمار بتاعنا بس في مرحلة نهائية اللي هي مرحلة البوليش النايل بوليش ماشين ديا ماكنة بتبتدي تلمع المصمار علشان يخرج المصمار بتاعي لامع ومضاد للصدر وعندي دي اول مكينة اللي هي مكينة السحب مكينة السحب دي زي ما احنا شايفين بتبقى اكتر من راس عن طريق الرؤوس ديا بيبتدي شد وسحب السلك علشان يتقلل القطر بتاعه ويصل للقطر المطلوب والمراد تشكيله لمصمار اول مكينة مصمار عندي اللي هي زد اربعة وتسعين علامة وان سي المكينة دي بتشتغل مصمار اقل قطر ليها تسعة من عشرة ملي متر اقصى قطر ليها واحد وستة من عشرة ملي متر المكينة دي بتشتغل اقل طول تسعة ملي متر لخمسة وعشرين ملي متر يعني نقدر نقول من سنتي لتنين ونص سنتي المكينة دي المطور باور بتاعها واحد ونص كيلو واط المكينة سرعتها بتعمل ربعمية وخمسين قطعة في الدقيقة ابعاد المكينة متر خمسين في متر تلاتين في متر عشرين وزن المكينة طن ومتين كيلو جرام المكينة التانية زد اربعة وتسعين تو سي طبعا الاكواد دي احنا حطينها علشان نقدر نتعرف بيها على مواصفات كل مكينة المكينة تو سي اقل قطر تشتغلوا واحد واثنين من عشرة ملي متر اقصى قطر اثنين وثمانية من عشرة ملي متر اقل طول واحد وستة من عشرة اقصى طول خمسة يعني نقدر نقوم من واحد سنتي ونص لخمسة سنتي المكينة دي اثنين واثنين من عشرة كيلو واط تقدر تعمل تلتمية وخمسين مصمار في الدقيقة ابعاد المكينة متر سبعين في متر تلاتين في متر اربعين وزن المكينة الف وربعمية وخمسين كيلو جرام المكينة التالتة بتشتغل اقل قطر واحد وثمانية من عشرة ملي متر اقصى قطر تلاتة وخمسة من عشرة ملي متر اقل طول تلاتة سنتي اقصى طول سبعة ونص سنتي يعني هي بتشتغل من تلاتة سنتي لسبعة ونص المطور بتاعها تلاتة كيلو واط المكينة دي بتعمل تلتمية وعشرين مصمار في الدقيقة ابعاد المكينة اتنين متر في متر اربعين في متر اربعين وزنها طن وثمانمية كيلو جرام المكينة رقم اربعة تشتغل مصمار اقل قطر اتنين وتمانية من عشرة ملي متر اقصى قطر اربعة وخمسة من عشرة ملي متر اقل طول خمسين ملي متر يعني خمسة سنتي اقصى طول ميت ملي متر عشرة سنتي المطور باور اربعة كيلو واط قدرة ميتين وستين مصمار في الدقيقة ابعاد المكينة اتنين متر عشرين في متر ستين في متر خمسة وستين وزن المكينة اتنين طن المكينة الاخيرة اللي هي نمبر 5C تشتغل مصمار قطره من ثلاثة وتمانية من عشرة ملي متر الى خمسة وخمسة من عشرة ملي متر اقصى قطر لها اقل طول تمانية ملي متر يعني تمانين ملي متر يعني تمانية سنتي الى مية وخمسين ملي متر يعني خمستاشر سنتي المطور باور خمسة وخمسة من عشرة كيلو واط قدرتها متين مصمار في الدقيقة ابعاد المكينة اتنين متر خمسين في متر ستين في متر خمسين وزن المكينة اتنين طن وثلاثمية كيلو ديا مكينة البوليش اللي بتقوم بتلميع المصمار طبعا دي مكينة الحجم الصغير بتعمل ربعمية كيلو سعتها ربعمية كيلو في مكينة اكبر بيكون الساعة بتاعتها الف كيلو ده البودر المستخدم في عملية سحب السلك لان مكينات السحب بتقوم بالسحب وفي عامل مساعد اللي هو البودر ده بيوضع في ممرات علب ممرات بيمر منها السلك مما يساعد على عملية سحب السلك وتقليل القطر دي اشكال المقصات اللي بتقوم بقص الحديد وتقص السن بتاعه عشان يعمل سن المصمار وطبعا دون مسقط رأسي او يعني مسقط علوي للمقص المقص ودون المداء اللي هو بيدق الراس بتاعت المصمار بيعمل المخ بتاع المصمار ودي المزات السحب اللي بيمر من خلالها الحديد المرات سحبه عشان تقوم بتقليل القطر من خمسة مثلا الى اربعة وهكذا وهذا هو الاستند الذي يضع عليه لفات السلك كعامل مساعد يقوم يعني بتجهيز السلك للمكينة